مساء الخير نالت القوات اللبنانية حاصلت تصفية في الانتخابات السورية أرادها سمير جعجع انتخابات مبكرة في لبنان وإذ به يلتقط لحظتها من صندوق انتخابات سورية ليسجل انتصارات وهمية وبمفعول رجعي عن مشاهد صارت من ذاكرة الحرب الأهلية استعادت القوات زمن المدفون والحدود الفاصلة بينها وبين الكلب نهره استبق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الانتخابات الرئاسية السورية بوصفها مهزلة وطالب بالحصول على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون للرئيس السوري بشار الأسد والطلب إليهم مغادرة لبنان فورا وهذه كانت كلمة السر فنزل القواتيون إلى الشارع متنكرين باللباس المدني وعن سابق تصور وترهيب تسلحوا بالعصي والحجارة وما ملكوا من أدوات القمع وأقاموا حواجز طيارة عند نهر الكلب وأوتوستراد الضبي وصولا إلى ساحة ساسين في الأشرفية ومارسوا أبشع أنواع تشبيح الفرق الضاربة على مدنيين السوريين حملوا علم بلادهم على الحافلات للمشاركة بالاستحقاق الانتخابي فكانت النتيجة توتيرا للشارع واعتداءات لا مبررة لها وعنصرية أدت مفاعلها إلى سقوط ضحية من الخوف بأزمة قلبية وبالتكافل والتضامن القواتي الكتائبي فإنما جرى شكل وصم طعار على جبين من يدعي الثورة والدفاع عن حرية التعبير ضد مدنيين لا حول لهم إلا أنهم سوريون وهو مشهد لم يتكرر في أي بلد سوى لبنان ضد نازحين فتحوا بيوتهم ذات عدوان تموز لللبنانيين واحتضنوهم في ديارهم وبصورة معكوسة فإن اللبنانيين وفي أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة مارسوا حقوقهم في مختلف دول العالم رفعوا الأعلام اللبنانية والأعلام الحزبية وأقاموا الحملات والمهرجانات الانتخابية ولم يتعرضوا للإهانة أو القمع والضرب أم أنه يحق لجعجع ما لا يحق لغيره وقد كان الأولى بالحكيم أن يحتكم إلى حلفائه الخارجيين ويفعل علاقاته بمرجعياته أبعد من معراب ليساعدوا في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وأن يطالب بعودة العلاقات الندية اللبنانية السورية لحل هذا الملف هو النموذج اللبناني الأسوأ الذي لا يريد فتح نوافذ رسمية مع سوريا لتنسيق عودة النازحين وهو الذي يقنعك بخطر العودة في ظل نظام الأسد القمعي لكنه في بيروت يكون أسداً ونمراً مفترساً مستعداً للانقضاض على مدنيين سوريين ذهبوا ليمارسوا حقهم في الاقتراع وضمن حدودهم السيادية أي سفارة بلادهم والقياديون والزعماء اللبنانيون من جعجع إلى الدولة اللبنانية العميقة في إهمال للقضايا العالقة تنأى بنفسها عن قضية بحجم شعب واحد في بلدين انتهت العراضة القواتية في الشارع لتبدأ غداً المسرحية في قصر الأونسكو بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون لكن البستجي ضيع العنوان كما التأليف وبدلاً من مراسلة بيت الوسط بعث بالرسالة إلى عين التيني ومنها إلى مجلس النواب شكى عون الحريري والشكوى إلى غير الله مذله ومن الرسالة أراد أن يرفع مسئولية التعطيل عنه وهي وإن كانت دستورية فقد حفلت بالمغالطات المخالفة للدستور أوساط سياسية ربطت رسالة عون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون التي سبقت رسالته إلى المجلس النيابي على أنها حركة يراد منها إرسال إشارات إلى المجتمع الدولي وتحديداً إلى أوروبا بأن رئيس الجمهورية يحرك المياه السياسية الراكدة ويكسر الجمود الحكومي ويحاول نزع صفة العرقلة عنه وعن فريقه السياسي خصوصاً بعد التهديدات الجادة بالعقوبات الأوروبية على بسيل ودائرة قصر بعبدة ضيقة مسرحية الإونسكو سيضبط إيقاعها موسيقار المطرقة كي لا تتحول الجلسة إلى حرب صلاحيات ومكتوب عون سيقرأ من عنوانه ستتلى الرسالة وستترك لبعبدة أن تشرب ميتة أما الحروب ذات النتائج المثمرة فتلك التي تشهدها فلسطين بمطرقة صواريخها الباعثة على فرض وقف إطلاق نار من قبل العدو وعلى إيقاع الحرب العبثية التي يشنها الاحتلال على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التأم مجلس الأمن بجلسة مفتوحة لا يعول عليها ما دامت الجلسات السابقة ساوت بين الجلاد والضحية وما كانت الولايات المتحدة لطرد بجلسة مفتوحة إلا لتبحث في مخرج للمأزق الذي وضع بن يمين نتنياهو كيان الاحتلال فيه وتحديدا بعد الصمود الهائل للمقاومة الفلسطينية واشتداد عديدها وعتادها وانفضاح بنك الأهداف التي طاولت مراكز الأوروى ومكاتب الصحفيين والأهداف المتحركة من نساء وأطفال بحثا عن ملاجئ آمنة وآجلا أم عاجلا ستعلن إسرائيل التزامها وقف إطلاق النار لأن استمرار الصواريخ سيأتي بأجلها